ويقال أنه أطول شخص في الجزائر في هذا الأيام وإلى غاية اليوم أكيد هو شاب صغير في مقتبل العمر طالب جامع أيضا عنده حياة عادية جدا كما كل الجزائريين وأكيد عنده حياة خاصة بالنسبة لطول الديالوك كيفاش يتعامل معه طول الديالوك كيفاش يتفاعل مع الناس يتلقعه في الطريق وكيفاش يعيش يومية نستقبله وإياكم في الأستوديو ونتعرفه عليه أكثر وأكثر رحبه معايا بعبداللاطيف فريد أهلا وسهلا بك في الأستوديو ومرحبا بيك أروح قدامي لهنا باش ندير الفرق واشراك صفا هذا الفرق اللي بيني وبين عبداللاطيف كنتم بان عادي بطريقة عادية احتجا عبداللاطيف قصر القاعدة وقصرها القانون بداية خليني يقول ما شاء الله تبارك الرحمن على طول ديالك شحال طول ديالك وشحال عمر تأتاك اللهم سلام عليكم نشكروه أولا قاناة شهوروخ رح نشكروها ورح نقعدو نحكوليها وتعرفوها طول ديالي دو وفنتين يعني مترتين وواحد وعشرين سنتيمة مثل اليوم أنا بان قزم قدام شغل تحقرني يلا أكيد رح نتعرفو أكتر عليك ورح نحكو على تفاصيل حياتك خاصة أن الطول ديالك يميزك على باقي الناس ولكن هاد الوقفة معاك خليني نقول خليني ربما نبدأ من خلالها بسؤال بكل صراحة يخافوك وبرك يجوز عليهم بسؤال